ورجعنا لكم من جديد مع حل أهم أسئلة اختبار الكنجارو الأسئلة الجديدة المحدثة بالصفين الثالث المتوسط والأول الثانوي وصلنا الآن إلى السؤال الخامس عشر يقول هنا ينقسم الخماسي ABCDE إلى أربعة مثلثات لها نفس المحيط المثلث ABC متطابق الأضلاع بينما المثلثات AEF وDFE وCDF هي ثلاثة مثلثات متطابقة الضلعين ومتطابقة إيه المطلوب في السؤال؟ بيقول هنا ما هي نسبة محيط الخماسي ABCDE إلى محيط المثلث ABC نوضح مع بعض إيه المعطيات وكيف نجيب المطلوب هو ما يعطينا الآن شكل خماسي هذا اللي أمامنا شكل لخمس أضلاع وهنا جهة اليمين فيه المثلث ABC هذا مثلث متطابق الأضلاع طبعا مثلث متطابق الأضلاع يبقى جميع أضلاع متطابقة هذا الظلع AB نفس BC نفس AC تمام؟ طيب وفي عندي ثلاث مثلثات بس الثلاثة دول ليسوا متطابقة الأضلاع ولكن متطابق الظلعين يعني الظلع ده يطابق الظلع ده وهذا الظلع يطابق الظلع ده وهكذا طيب إيه المطلوب في السؤال؟ المطلوب نسبة محيط الخماسي المحيط هو مجموع الأضلاع يبقى أنا أجيب الآن مجموع أضلاع الخماسي هنا وأقسمها على محيط المثلث الكبير اللي هو هذا جهة اليمين اللي هو ABC فيه استراتيجية سهلة ومفتاح لحل هذا السؤال إيه هو؟ إن أنا أضع أعداد على فكرة مهما غيرت الأعداد هتطلع نفس الإجابة إن شاء الله مضبوطة فتعالي نضع مثلا المثلث المتطابق الأضلاع ده الظلع ده عشرة لو هذا عشرة فهذا هيكون عشرة فالظلع AC كمان هيكون عشرة تمام؟ يبقى محيط المثلث ABC اللي مطلوب اللي هو اللي اعتبر هنا المقام هيكون ثلاثين محيط المثلث مجموع أضلاع الثلاث طيب عشان يجيب محيط الخماسي لازم نشتغل مضبوط بقى أضلاع كثير للاستماجات طيب إيه رأيكم الآن ناخد المثلث اللي فيه نجمة هذا؟ هذا المثلث هيكون هو كمان مجموع أضلاع ثلاثين ليش؟ لأنه قال إن أنا عندي أربع مثلثات لها نفس المحيط يعني لو كان المحيط حق المثلث اللي أنا هلوينه باللؤون الأصفر هذا لو محيطه ثلاثين يبقى ثلاثة مثلثات الثانية كمان المحيط ثلاثين بس هنا مش هقدر إن أنا أضع عشرة 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 لأن هذا يعتبر نص ظلع خلاص لأن ده كله عشرة فإيه رأيكم نحط هنا خلي بالكم من الظلع ده جد الظلع ده وهذا جد هذا وهذا جد هذا فتعال نقول كده إذا كان هذا الظلع تعال نسميه إيه تمام؟ أو نسميه إكس أو أي شيء عادي كما تحب أو تحطه بحرف عربي مش مشكلة لو هذا إيه فهذا يكون إيه وهذا إيه وهذا إيه تمام؟ المشكلة بس في الظلع اللي هو ده شايفين الظلع ده؟ أيوة لو هذا إيه وهذا إيه والثلاثة أي يكون مجموحهم ثلاثين فلو عندي إيه زائد إيه هذا اثنين إيه تمام؟ لازم الظلع المجهول هذا كمان يكون معهم عشان يكون العدد الأضلاع الثلاثة مجموحها ثلاثين فالظلع ده المجهول ده القطعة الصغيرة هذي ودي الإيه الجهة الثانية ودي الإيه الجهة الثانية بإشارة مخلفة يبقى هذا الظلع المفقود الصغير لعندي هيكون 30 ناقص 2A يعني هذه القطع الصغيرة الحمراء هتكون 30 ناقص 2A نفس الكلام هذا هيكون 30 ناقص 2A وهنا هذا الظلع كمان هيكون 30 ناقص 2A كده المحيط أقدر أجيب المحيط هو مجموع الأضلاع كلها تمام جمعوه يلا هنا 10 وهنا 10 هدول 20 كده عندي 20 عدد مضبوط صحيح وهنا جمعوه يلا هنا هذا الظلع من بره A وهذا A خلي بالكم المحيط الأضلاع من الخارج A زائد A يعني هنا 2A 2A وهنا 30 ناقص 2A كده محيط الخماسي نعمل عملية تبسيط رأيكم 2A بالموجب و2A بالسالب يروحون مع بعض يبقى أصبح الآن محيط الخماسي 20 زائد 30 هيطلع الجواب 50 إذن محيط الخماسي هيكون 50 ومحيط المثلث 30 شيل الصفر ده مع الصفر ده يطلع الجواب 5 على 3 5 على 3 الجواب الصحيح وأخطار D طب في واحد يعتارد يقول ليش أنا حطيت عشرة طب لو خيرت مثلا وخيرت الظلع ده واحد هل هيتغير الموضوع؟ تعالي يلا نتأكد مع بعض لو هذا الظلع واحد يبقى هذا واحد وهذا واحد لأن هذا المثلث متطابق لأضلاع يعني هيكون محيطه كام؟ هيكون محيطه ثلاثة اللي هي تحت أجي يلا على الظلع ده شايفين هذا؟ طبعا ده لازم ما أقدر أحطه رجم ما أقدرش أود أن أحطه رجم تعالي نحطه مثلا X يبقى هذا لو كان X يبقى هذا هيكون X وهذا X وهذا X هذا بقى الظلع هيطلع كام؟ نفس الكلام وهذا الظلع هيطلع كام؟ هذا الظلع الصغير هيكون ثلاثة ناقص اثنين X ليش؟ لأن مجموعة الثلاث أضلاع يدينا ثلاثة تمام؟ وهذا مثله هذا الظلع مثله وهذا الظلع مثله تعالي نجمع يا الله محيط الخماسي جمع واحد زايد واحد هيعطينا اثنين وجمع الـ X زايد X سيدينا هنا 2X وهذا الظلع الخامس لأننا جمعت الآن واحد اثنين ثلاثة اربعة بقى الخامس هذا اللي هو ثلاثة ناقص 2X طبعا 2X بالموجب و2X بالسالب يروح مع بعض يبقى هنا 2 زايد ثلاثة هيعطينا خمسة وهذا يأكد الجواب الصحيح مهما تغيرت الأرقام في عملية الفرق دي الجواب الصحيح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر